اشتركوا في القناة لا ان تكون قطعة فنية منفردة دكتور هاريس يمكنك ملاحظة الخداة البصري الرائع والذي يشارك بالفراغ داخل اللوحة والذي يخلقه المنظور الخطي ما يمكنه من ملاحظة التوظيف المكثف للمنطقية والذي كان من اهم استماد في فن عصر النقضة في صورة المدينة دكتور زاكر قام الرومان القدامى بتخطيط مدنهم كحاميات والتي تم تنظيمها بناء على شبكة من المباني حيث كانت الشبكة اما على شكل مثلث او على شكل مربع لكن كانت تلك الشبكات منظمة وكان القصد من استخدامها ان تكون المدن منظمة البناء لكن خلال العصور الوسطى وبعد الف عام من ذلك نامت المدن بشكل عشوائي واصبحت معقدة للغاية بشكل اعاق سير المارة والبضائع ويمكننا القول ان هذه اللوحة في ضوء اعادة احياء الكلاسيكية الذي ساد عصر النهضة تمثل فكرة للعودة الى ذلك النوع من النقاء الهندسي كيف يمكن المدينة ان تبدو وكيف لها ان تؤثر على ثقافة ساكنيها كيف للمدينة ان تكون كاملة من النواحي الهندسية وقد كانت تلك الصورة المثالية للمدينة والتي من شأنها التأثير على كل من يعيش في جنباتها دكتور هاريس عند التفكير في الدولات الايطالية والمفهوم الجديد لان يكون الانسان مواطنا في الجمهورية وان يتحل هذا المواطن به شيام من يعيش في هذه الجمهورية فسنتمكن بالتأكيد من فهم الكيفية التي اراد فيها فنان النهضة تخيل فضاء المدينة الذي قد يحتضر المواطن المثالي دكتور زاكر ان هذا منطقي للغاية اذ ان التقليد الاقطاعي الذي ساد العصر الوسطى كان عبارة عن نظام فوضوي لكن الان اخذ الناس على عاتقهم مسؤولية التطوير والتخطيط الحكومي فلما لا يأخذون على عاتقهم مسؤولية تخطيط فرغات المدينة كذلك ففي مدينة كفلورنسا على سبيل المثال كانت هناك مربعة تم اخلاؤها بحرص ليحصل الناس على مشاهد مثالية ليحصل المواطن على مناظر مثالية لقد كان مفهوم التخطيط الحضري احدى المفاهيم التي تم تطويرها والذي كان دوما في الطليعة دكتور هاريس وقد قام فنانون امثال ليوناردو ديفينشي بتوضيف هذا النوع من الهندسة لتصوير الجسد دكتور زاكر هذا الصحيح في احدى الامثلة التي قد نفكر فيها هي مخطوطة الرجل الفيترو في حيث نجد ذلك التمازج الرائع بين الاشكال الهندسية الكاملة والشكل الانسان بثاني انسان كامل النسب لقد اشرت انفا الى ان الاهتمام المكثف في توظيف المنظور الخطي انه جميل جدا الى حد ما يجب نظر المشاهد لانه يحلق بعيدا كالصاروخ باتجاه تلك المراكب الجميلة جدا عجبتني تلك العناصر الجميلة والتي يمكننا رؤيتها في البعيد فعند النظر بالقرب من نقطة التلاشي وليس اليها مباشرة ولكن الى اليسار قليلا نارا سفينة هناك نقطة في اللوحة والتي قد نتوقع انها نقطة التلاشي لكنها ليست كذلك ويذكرون هذا بان البيئة الواقعة خارج المبنى على البحر على الماء هي بيئة لا ينطبق عليها هذه القوانين ففكرة النسبية والمنطقية تنطبق فقط على ما هو من صنع الإنسان فهذا هو الفراغ الذي يمكن التحكم فيه دكتور هاريس ما نراه هنا هو عبارة عن مزاوجة بين اهتمام عصر النهضة في الفضاء الوهمي وبين عمارة المباني القديمة ومفهوم المثالية دكتور زاكر هذا صحيح انها تحتفي بما هو منطقي موسيقى